السلام عليكم بخوتي تهياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب لما نسى وخوتنا الليفل الغربة. موضوع اليوم راح نتكلم على منافس المنتخب الوطني في تصفية كاس العالم الا وهو بوركينافاسو اللي حقق نتيجة اه يعني صراحة بالنتيجة والاداء اللي شفت ببعض اللقاطات الفيديو ما نقدروش نوروها لكم على غالب يعني حقوق الملكية لكن لما شاهدت منتخب محترم جدا جدا محترم منتخب قوي لا يستهان به اذا انهزم ضد كوديفوار في كوديفوار في الدقائق في الانفاس الاخيرة في دقيقة حوالي 97 هدفين لهدف كان متعادل هدف لهدف يملك كتيبة رائعة لائعبين معروفين في اوروبا في اسطون فيلا في في نوادي نباسة بها في اوروبا اذا قبل ما نتكلم على هذا الموضوع حبينا نرجع فقط لكلام جمال بالماضي وحديثه على الشوط الاول السيء والكارثي من الوسط الميدان وخاص بالذكر زروقي وبوداوي اللي كان خارج الايطار واتكلم على بوداوي وقال باللي اخطأ كثيرا وكان خارج التصرف يعني في تسير المقابلة خاصة في الشوطول ما عرفش غابت له يعني بالدرجة نقوله غابت له اذا نسعوش قال جمال بالماضي على الشوط الكارثي لوسط ميدان المنتخب الوطني. موسيقى اقرسي فيه من من الصورة ويزالت تجربة في مدعك في مدعك يستمر لنا نعمة في أولاهم في المدع تلك المدعات ويستمرون ورحمة يجب أن يكون يساعدون كما يجب أن أدلان مع ورحمة ورحمة تجربة على الهاتف إذن مثل ما سمعت أخوتي جمال بالماضي كان واضح وصاريح إذن أنا لما تكلمت على أبو دوي وانتقد طريقة اللعب في الشوطة الأول اللي كانت كارثية مع منتخب مالي منتخب قلتها ونعودها قوي خاصة وسط الميدان والحمد لله إنها مقابلة مجرد يعني مقابلة ودية صحيح عندها كأنها عندها مقابلة رسمية هذا الطابع ندي وندفع بدني لكن يعني في مقابلة ودية ترتكب الأخطاء هذه المحمد لله إنها مقابلة ودية يعني لو كانت مقابلة مصيرية التعكس العالم مع بوركينا فاسو الغلطة بقول كما يقول المصري الغلطة بقول يعني الغلطة تسلكها كاش الغلطة تسلكها كاش إذن لما انتقدنا هشام بوداوي بيقولناها بأدلة أيضا جمال بالماضي لما أخرج بوداوي أخرجوا يعني مع نهاية الشوطة الأول بدلوا وكان غاضب جمال بالماضي بش يجرح مشاعر اللاعب يعني آآ إنسان ويحس ولاعب شاب ويحس يعني لو دارها لاعب كبير وعندو خبرة ودار أخطاء لدارها بوداوي كان قادر جمال بالماضي في ثلاثين دقيقة يخرجوا لكن يعني مراعاة يعني اللاعب شاب وصغير وكذا رغم أننا ضد فكرة صغير آآ بالناصر سبعة عشر سنة جاء في المنتخب الوطني يخطفوا روراوه وجابوا لعبوا سبع دقايق سبع دقايق فقط بان باللي عندو لمسة في سبعة دقايق بان باللي عندو لمسة سبعة عشر سنة الآن آآ بالناصر من أحسن اللاعبين في وسط الميدان في أوروبا لاعب شاب أيضا إذن أنا مش تيش كلمة هذي شاب شاب إلى ما تو يبقى شاب حتى يقول لي في عمره ربعي سنة ونقوله شاب لا اللاعب هذا أعطاه فورص أعطاه واحد الأربع ولا خمس مقابلات اللاعبها مبينش أعطاه آآ غامبيا كان خارج الإطار طانزانيا ضيع العديد من الفورص للسامح على التسجيل ضيع معطاش الأصد الزملاء مقابلة تاع واسمها الكونغو خرج بالتصفيرات الجمهور ضده في ملعب شاكر وروح 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 وآخرها مقابلة انتاع مالي اللي كان شابها العام والخاص مهم حتى اللي كانوا متعاطفين مع ابو داوي الجو ضده صراحة هذي مستوى عالي رك تلعب في فرنسا تلعب في بطولة محتارة ما مش بطولة جواد كنيس ترتكب أخطاء بيدائية بالنسبة لي وسط المعدان رك ضحيت بالمنتخب الوطني إذن لما جاء للمحابة جمال بالماضي مناش احنا لي نعرفه خدمته يعرف هو يعرف شروح يدير مدام خرج اللاعب في شوط واحد أعطاه فقط وخرجه عارف بلي اللاعب هذا كان خارج الإطار إذن يكفينا متى فلسف حلما ناش فلاسفة نعرفه خير من جمال بالماضي هذي إحقاقة للحق هو عارف شروح يدير الشيء الآخر الشيء الآخر يبين باللي جمال بالماضي كان غاضب غاضب من بوداوي لما امتدح زروقي ولم يتكلم إلا بوداوي إلا على الأخطاء اللي يرتكبها نسمعو وشقال بالماضي على زروقي راميز محصبه خارجي من المطلوق الأخطاء يشعر بحقيقه في مستحقوب في نفس الانتحالي لتحرك المسخصصة ويجب أن يتم يتبقى بحقيقه لا أعجل الإعجاب لا أعجل ويجب أنه يستحقل للهجاب والجاريس ومجب أن يتراه ويمكن أن يكون متعدة فقط إذا كما رأيته هذا الناخب الوطني ما هو كلامي أنا كلام الناخب الوطني إذا جمال بالماضي يوحي لنا أنه زروقي عنده مستقبل وزروقي اللي شاف المقابلة خاصة في الشوط الثاني اللحظة أنه زروقي نوعا ما تحرر ومعاش يتركب الأخطاء اللي كما كان في الشوط الأول اللي مقارنة يعني ببوداوي لا مجال مقارنة بوداوي كان خارج الأيطان اللي على العام والخاص لكن أنه بعد خروج بوداوي تحرر اللاعب زروقي كأن بوداوي كان مؤثر عليه يعني وكان مخليه ميلعبش بحرية لأنه بوداوي أنا بالنسبة لي البارح لما شفت المقابلة ما يفهمتش أنا في الشوط الأول بوداوي يا إما يلعب وساط ميدان مسترجع يا إما يلعب كرقم ثمانية يا إما يلعب كصانع على بلاي مايكر ولا لا 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 عقب عشرة ما عرفنا شو شراء ويلعب وإلى الدرجة كما قلت لكم البارح اللي تسقب محرز محرز جاي كونترولي بالجاه جاه بوداوي نحاله البالون وراحت البالون للتماس للتوش يعني كان تأه بالمقتصر المفيد نرجعوا لموضوعنا إذن منتخب بوركي نافاسو منتخب قوي إلا بغينا منتخب منتاعنا يواجه بوركي نافاسو يجب أن أول شيء نضع الثيقة الكاملة في الناخب الوطني هذا شيء مفروغ منه ويكفينا من تعبان لعب شاب ألا ما لعبتش لعب شاب لا مقابلات هذه أنا بالنسبة لي تعتمد على الخبرة والداهاء والتكتيك العالي أباو باش هاو لعب هذك شاب هذك جان بوداوي كيفامه لا مبقاش ذوك بوداوي بوداوي عبطاك فورسو 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 والبارح مع مالي مقدرش يتبين خلاص ذركا ذركا مقابلات مصيرية كأس العالم كأس العالم ما في مجد مصغير كأس العالم يجب الأحسن فقط الأحسن هو اللي يلعب اللي في الفورما ويلعب وكومبيتيتيف وقادر الأشقه هو اللي يواجه اللي مكش قادر ريح كال البديلين تاعك عادي مع بالماضي مكش مشكل خرج لك تشكيلة الأولى ثانية ثالثة الرابعة كيف ما تحب إذن أنا الشي اللي شفته اللقاطات اللي شفتها من مقابلة بوركينافاسو وكود ديفوار حقيقة كود بوركينافاسو فريق محترم فريق قوي فريق عنده نجوم عنده طريق تلعب فريق مشه بالسهل انك تفوز عليه فريق اللي أحرج كود ديفوار في بلادها بمعه جمهورها وزيد نقولك لكم صراحة ما كيش كورونا في الافريق ما يأمنوش بها تكاس العالم وانت هي تلعب انت هي بطل إفريقيا جي تلعب في بلادها ما يلعبوا لك صان بيبليك هذي غير فوتها مكانش لا بكورونا لا ولو لازم يربحوك باي طريقة حبيت ولا كرحت رغم انهم صراحة اقوية يعني شفت مع كود ديفوار فريق محترم كود ديفوار اربح في دقيقة سبعة وتسعين سجل هدف الفوز مو خالفة كرة ثابتة كان واحد واحد مقدرش يواجه بوركينافاسو وكود ديفوار فريق ومحترم فيه اللعبة ذاكة اللي ادامة ننسي تسموه هود احمد اللي يلعب فيه ماشي سيرونايتد لتحق ايضا انضم كود ديفوار هيتحاول تشبب لعملية تشبيب لللاعبين اللي موجودين في اوروبا يعني باش تبني منتخب شاب منتخب ايضا كود ديفوار قوي وقف معاه بوركينافاسو ندلنات اذا لا مجال للمحابات لجب نضع الثقة الكاملة في المدرب المدرب عارف شرا يدير يكفينا اعلام من الضغط ضغطوا عليه بكري مبقاش ذو كضغط مبقى لازم نتحد كامل ومع الناخب الوطني وخليه هو لي خير الان بالماضي انا عندي قناعة بعد ما شاف المسا والهزين اللي بوداوي اعرف عنده اسبعات عنده رؤية لافريك لازمها ناسها ولافريك لازمها رجالها اللي مش قادر يبروغريسي يتطور يزيد يخدم ومعليش ومنزل العوامة طويلة ويقدر يرجع المنتخب الوطني امر سهل جدا اخدم واعمل تدي نصيب انتعك اما باش ينفخوك اصلا هما نفخوك ذروك ذروك بالنفخ اصلا اللاعب تحسوا فيك كشغل مضغوط كشغل مرتاح لانهم ضغطوه لاعبين تعبطوه كنيس شفناهم ينفخوهم وفي الاخر ما كانوا خليوا اللاعب يتطور يزيد يتعلم احواج جديدة من بعدها كيعود اللاعب واجد متخب الوطني ملك الجامع ميش ملك الفلان الفلان يقدر يلعب المنتخب الوطني بسهولة اذا حظ موفق للاعبنا دولي هشام بوداوي وحظ موفق ايضا للمنتخب الوطني في قادة من المقابلات المصيرية خاصة كأس العالم اذا في الاخير متقنا مع مزد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته